بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على منبعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين نرحب بكم اليوم المحاضرة الثانية من محاضرات المعدلات الزمنية أو ما تسمى بالمسائل المرتبطة بالزمن الموضوع يعني ما أقولكم عليه سهل ولا أقولكم عليه صعب ولكن يحتاج إلى متابعة وتركيز المحاضرة السابقة أخذنا بيها مثاليا فقط مثال حلنا ومثال كان واجب اليوم رح نحل إن شاء الله اليوم رح نأخذ عدد أكثر من الأمثلة ربما تصل إلى عشر أمثلة المادة رح يكون عليها بناء تراكمي يعني في حالة وجود ضعف في حفظ القوانين يعني الموضوع رح يكون صعب عليكم الفرصة ما زالت قائمة والقوانين اللي ما حافظها لحد الآن لازم يحفظها محيط مساحة بالنسبة للأشكال ذات البعدين ومساحة جانبية ومساحة سطحية وحجم بالنسبة للأشكال المجسمة اتفقنا الدرس الماضي بأن خطوات الحل أربعة فرض المتغيرات بأسماء معينة إيجاد علاقة بين المتغيرات اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمان والتعويض عن المعلوم لإيجاد المجهود أيضا اتفقنا هناك أربع ملاحظات عامة في حل أي سؤال بالمعدلات الزمنية بعد اشتقاق عند الاشتقاق نكتب على يمين كل متغير يتم اشتقاق دي لإسم المتغير على ديتي معدل أو سرعة حركة أي بعد من الأبعاد يمثل دي لإسم البعد على ديتي ويكون موجبا إذا كان في حالة تزايد أو ابتعاد ويكون سالبا إذا كان في حالة تناقص أو اقتراب العلاقات اتفقنا تقسم إلى قسميا علاقة أساسية وهي العلاقة التي يتم اشتقاقها وعلاقة ثانوية هي العلاقة التي نقلص فيها عدد المجاهيل وأيضا اتفقنا بأن الثابت يعوض قبل الاشتقاق والمتغير يعوض بعد الاشتقاق وأحيانا ما يعوض قبل الاشتقاق لإيجاد قيمة متغير دائم آخر ليتم تعويضه أو تعويضهما بعد الاشتقاق والملاحظة الخاصة اللي بدينا بيها الدرس الماضي قلنا إذا علم أو طلب معدل تغير قانون لشكل هندسي فإن ذلك القانون يمثل علاقة أساسية إذن اليوم رح نحاول نعزز فهمنا لهذه النقاط التسعة اللي حجيتها السؤال اللي عفناه واجب الدرس الماضي يندفع غاز داخل بالون كروي مهم جدا جدا بأن من تقرأ السؤال المطلوب من عندك ترسم وأسفل الرسم رح يكون اثبت المعلومات بالسؤال وعلى يسار الورقة رح يكون عندك الحل إذا قدرت أعلم نفسي من البداية من الأسئلة الأولى على اتباع هذا النوع من الحلول فرح يكون حلكم مرتب وأكيد رح أضمنون الدرجة الكاملة بالامتحان الوزاري داي سولف لي عن بالون كروي داي سولف لي عن كرة أنا رسمت هذا الكرة ورح أجي أرسم نصف قطرها إذن هنا نصف القطر هذا اللي هو الأر إذن نصف القطر هذا هو الأر بس هنا المعلومات بالسؤال أحاول أقرأ السؤال بتركيز وأشوف شنو المعلوم وشنو المطلوب يندفع غاز داخل بالون كروي بمعدل أربعة متر مكعب الثانية فإذا كان البالون فيه ثقب يتسرب منه الغاز بمعدل 0.5 متر مكعب الثانية بالمحصلة هذا البالون هذه الطوبة يطبلها غاز بمعدل أربعة ويطلع منعدها الغاز بمعدل نص إذن المحصلة بأن رح أثبت يمي بأن الديفي على ديتي هذا رح يساوي أربعة ناقص نص اللي هو ثلاثة ونص وأكيد هذا ثلاثة ونص رح يكون موجب جد معدل تغير مساحتها السطحية وأكد هنا على كلمة تغير مساحة هنا معدل تغير مساحتها السطحية يعني معناها دي ريد من عندي دي أي على ديتي معدل تغير مساحتها السطحية إذن هذا مجهول عندما يكون نصف قطر البالون مترا واحدا عندما يكون الار يساوي واحد خلال الشرح إن شاء الله رح نبين شنو التغيرات اللي ممكن أسويها على السؤال والتغيرات اللي رح أحكي بيها ممكن أن تفصلون سؤال وتحاولون تحلوه خلي نحلس السؤال على حاله الملاحظة اللي أخذناها إذا علم أو طلب معدل تغير قانون لشكل هندسي فإن ذلك القانون يمثل علاقة أساسية إذن في هذا السؤال معدل تغير الحجم معلوم ومعدل تغير المساحة مطلوب فهناك علاقتين أساسيتين هو قانون حجم الكرة من جهة وقانون المساحة السطحية للكرة من جهة أخرى ولكن قبل ما أكتب الحجم والمساحة السطحية الخطوة الأولى تقول لي فرض المتغيرات بأسماء معينة إذن أول ما أبدي بالسؤال رح أجي من المتغير عندي نصف القطر إذن رح أقول لي نفرض نصف قطر الكرة أنا رح أسميها R هل ستقول لي يصير أسميها X سميها X لا يوجد مشكلة ولكن عموما نصف القطر هو الرديس اللي هو R وبعد وحجم الكرة إذن هذه رح أسميها V وبعد والمساحة السطحية للكرة هذه رح أسميها A إذن هنا فرض المتغيرات بأسماء معينة إذن هذه فرضتها لو تطلعون على نماذج للأجوبة النموذجية من الكونترول رح ترقون أغلب الأجوبة النموذجية يعطي ثلاث درجات إلى الرسم والفرضية ثلاث درجات يطيها وأنا من الطيتكم واجب هذا السؤال أتوقع بعضكم مكاتب الفرضية رأساً بادي بالحل وإذا راسموا مكاتب الفرضية أخاف يعني إتنقص درجة أو درجتين حرامات إذن هنا الفرضية من ضمن خطوات الحل الأساسية إذن أرسم أتبت المعلومات جو الرسم والفرضية رح تبدأ على يسار الورقة إذن بهذا السؤال عندي قانون الحجم وقانون المساحة السطحية هي العلاقات الأساسية إذن حجم الكرة ما هو حجم الكرة مريم قاسم أربعة على ثلاثة باي أر تكعيب إذن معناها رح يصير أربعة باي على ثلاثة نصف القطر تكعيب أر تكعيب وما هي المساحة السطحية للكرة أي تساوي أربعة باي أر تربيع إذن معناها أي تساوي أربعة باي أر تربيع إذن هنا فرض المتغيرات بأسماء معينة فرضتها إيجاد علاقة بين المتغيرات وجدتها اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن يمامي شنو رأيك شلون رح أشتق كلا العلاقات نقول دي بي على دي دي بي على دي تي يساوي شنو أربعة باي على ثلاثة نعم نعم ثلاثة آر تربيع دي آر على دي إذن ثلاثة آر تربيع دي آر على دي تي لأن إحنا متفقين كل متغير يتم اشتقاقه نكتب على يمينه دي لإسم المتغير على دي تي أكيد ثلاثة ويا ثلاثة رح تختصر يعني معناها رح يصير عندي دي بي على دي تي إذن رح يصير ساوي على دي تي هذا يساوي أربعة باي آر تربيع دي آر على دي دي أر على دي تي نعم يساوي يساوي ثمانية باي نعم آر دي آر على دي دي آر على دي تي إذن أول ما أبدي بالمعلوم هو نعطيني بالسؤال الار ويدا يقول لي عندما يكون نصف قطر البالون يساوي واحد أكيد يمكن تعويض الار هنا لأن إحنا متفقين المتغير الدائم يعوض بعد الاشتقاق وأنا اشتقيت إذن دي بي على دي تي هو ثلاثة ونص إذن مكان دي بي على دي تي رح أكتب ثلاثة ونص يساوي أربعة باي في واحد تربيع دي آر على دي تي الواحد تربيع واحد في أربعة باي تبقى أربعة باي المهم رح يصف عندي دي آر على دي تي هذا يساوي ثلاثة ونص على أربعة باي ما أبصر خلاص هذا دي آر على دي تي انتهى ممكن يجيني السؤال بالامتحان الوزاري يقول لي يجد معدل تغير نصف قطر الكرة يعني لهنا ينتيح للسؤال خلاص يعني ناطيني معدل زيادة الحجم ويقول لي أريد معدل تغير نصف قطر الكرة خلاص لهنا انتهى حل السؤال أقول لهنا سنتيمتر بالثانية معدل تغير نصف قطر الكرة ولكن بسؤالنا الحالي يريد مني معدل تغير المساحة السطحية إذن راح اروح للمساحة السطحية الدي اي على دي تي هو يريدها بالسؤال إذن راح اقول له دي اي على دي تي يساوي ثمانية باي الار هو واحد والدي ار على دي تي هو ثلاثة ونص على أربعة باي الأربعة باي راح تختصر ويا لثمانية باي إذن هذه بها اثنين اثنين في ثلاثة ونص يعني معناها راح يصير عندي الدي اي على دي تي هذا يساوي سبعة الوحدة متر مربع بالثانية إذن هذي راح اقول عليها هذه السبعة متر مربع بالثانية إذن هذا راح اقول عليها معدل تغير المساحة السطحية زين قبل ما افتح باب الاسئلة لهذا السؤال إذا اكو مشاكل ممكن ما يقول لي اريد معدل تغير المساحة السطحية يقول لي بالسؤال أريد منك معدل ازدياد المساحة السطحية معدل ازدياد الملاحظة المهمة جدا تقول إذا كان المعدل موجبا المعدل الناتج النهائي إذا كان موجبا فيسمى تغير ويسمى ازدياد المعدل النهائي إذا كان موجبا واذا تردون نكتفها بعد شوية بس خلي نفهمها المعدل النهائي إذا كان موجبا يسمى تغير ويسمى ازدياد أما المعدل النهائي إذا كان سالبا فمع وجود السالب يسمى تغير وبدون السالب يسمى تناقص فبهذا السؤال ما طول هو موجب إذا أقل لي معدل تغير أنا أقول معدل تغير المساحة السطحية إذا أقل لي معدل ازدياد أنا أقول معدل ازدياد المساحة السطحية إذن هذا التغيير الأول الذي يمكن يصير بالامتحان التغيير الثاني أطيكم معدل ازدياد المساحة السطحية سبعة وأقول لكم جد معدل ازدياد الحجم واعتبروه واجب عليكم واجب اختياري مو الزامي واجب اختياري رح ابدي بقانون المساحة السطحية اشتقها هذا رح يكون معلوم سبعة الار معلوم واحد رح استخرج الديار على ديتي وبعدين اروح الى قانون الحجم واشتقها رح يطلع الجواب ثلاثة ونص اذا هذا الاحتمال او التغيير الاول اللي ممكن اسويه بالامتحان التغيير الثاني رح اقول عندما البداية نفس البداية عندما يكون طول قطر البالون يساوي مترين عندما يكون طول القطر يساوي اثنيا فانت رح تقول بما ان الار تساوي اثنيا يعني معناها الار تساوي واحد والحال رح يكون نفس الحل اذا عدكم اي مداخلة اتفضلوا سئلوا قبل ما انتقل الى سؤالنا الجديد استاد احنا اشتقينا الار تربيع زين اربع باي حال ثلاثة ليش ما اشتقيناه لانها ثابت واحنا متلقين الثابت اذا اجي لوحدة المشتقة مات الصفر ولكن مشتقة الثابت في دالة شو الساوي تساوي الثابت في مشتقة الدالة فالاربعة باي على ثلاثة ثابت المشتقة الدالة انا بس اشتقاك شوية اذا افتهمك ساوي الاربعة باي على ثلاثة ثابت في مشتقة الار تكعيف هو ثلاثة ار تربيع هسه هنا الاربعة باي هو ثابت ومشتقة الار تردع اثنين ار فصار عندي اربعة باي في اثنين ار لذلك تتبث ثمانية باي ار ويمهدي ار على تي تمام هسه هنا اذا ماكو مشكلة ننتقل الى سؤال اخر واليوم نظام عملنا السؤال تستمعون اليه بشكل واضح شلون اشرحه واطيكم سؤال على نفس الوزن انتو تحلوا السؤال اللي راح اشرحه يبقى واجب عليكم والسؤال اللي شبهه راح نحاول نحلسه اذا نروح الى الملزمة وصفحة اربعة وطعش واول مثال اريد ملزمتك قدامك اول مثال تكتب لي علي واجب اول مثال تكتب لي علي واجب صفحة اربعة وطعش زين اركز ويايا اشلون راح احل السؤال اذا افتهمت طريقة الحل انت راح تعرف تحل السؤال البعد يقول لي صفيحة مستطيلة من المعدن مساحتها ستة وتسعين سنتيمتر مربع احنا اتفقنا اقرأ السؤال وعلى يمين الورقة ارسم اذا راح اجي ارسم مستطيل قال لي صفيحة مستطيلة راح اجي ارسم مستطيل رسامتها مساحتها ستة وتسعين سنتيمتر مربع ويدا يقول لي بحيث تبقى المساحة ثابتة اذا اش راح اكتب هنا جو الرسم راح اكتب لي الاي تساوي ستة وتسعين وهذا بصفة راح اكتب عليه ثابت مزيلا يتمدد طولها بمعدل اثنين سنتيمتر بالثانية اريدكم تصورون الحالة الغرفة اللي قاعدين بها اذا انتم اذا طلبت منكم طلب ما اريد تخجلوني طلب صغير اريد اليوم مرى المحاضرة الكاشر بالغرفة كلها تقلعوا الكاشر بالغرفة تقلعوا قل نعتبر السهنة هذه الغرفة عبارة عن مستطيل هذا مستطيل الكاشر راح تقلعوا وراها اريد الحايط هذا الحايط هذا تفلشوا وتدفعوا ليغات تبنوا ليغات يعني معناها الطول راح يزيد واريد الكاشيات ترجع نفسها للغرفة لا تزيد وحدة ولا تنقص وحدة ايش راح تقولون تقولون في الحالة اذا الطول زاد ما الغرفة والكاشي رجعت نفسه لابد ان العرض راح يقل مو هذا المنطق كاشيات مثلا 96 كاشية والطول ما الغرفة زيد الغرفة كانت بصورة هذه الطول ما الغرفة زيد حتى الكاشيات ارجع نفسها لا تزيد وحدة ولا تنقص وحدة لازم العرض اقل على موض الكاشيات ارجع نفسها اذا هذا الحج يصير هنا يقول لي يتمد طولها بمعدل 2 سنتيمتر بالثانية اقول لي اذا الطول في حال التغير هذا الطول في حال التغير راح اسمي x ولا بد ان العرض ايضا في حال التغير راح اسمي y اذا يقول لي بالسؤال يتمد طولها بمعدل 2 يعني dx على dt يساوي 2 جد معدل النقصان في عرضها اذا راح اقول لي تريد من عندي dy على dt معدل النقصان في عرضها اذا السهنة هذه علامة استفهام عندما يكون عرضها يساوي 8 اذا عندما يكون عرضها يساوي 8 اذا ارسمت الرسم ثبتت المعطيات جو الرسم هذا لو كان الطول ده يتبدد وحده والعرض ايضا يتمدد فالمساحة ما ممكن تكون ثابتة اذا اثنين اتم في حالة تمدد المساحة ما ممكن تكون ثابتة لكن ما طول الطول ده يزيد والعرض ده يقل ممكن ان تكون المساحة ثابتة خطوات الحل عندي الخطوة الاولى فرض المتغيرات باسماء معينة اذا المساحة ثابتة ما راح اضطيها اسم ايش راح اقول له هنا راح اقول لها نفرض طول المستطيل هذا راح اسمي x وبعد وارض المستطيل هذا راح اسمي y الخطوة الاولى هي فرض المتغيرات باسماء معينة الخطوة الثانية ايجاد علاقة بين المتغيرات والعلاقة في هذا السؤال ستكون قانون المساحة لكن هنا افضل بالامتحان بان قانون المساحة تكتب حشي قانون المساحة ينكتب حشي بالبداية بعد نترجم الى رموز يعني شنو بالامتحان تكتبوا لي مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض بالامتحان اذا مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض سأبدي اعوض المساحة لا سأسميها اي ليش لانها ثابت دائم واحنا قلنا الثابت الدائم يعوض قبل الاشتراك لكن الطول متغير والعرض متغير اذا اكتبت العلاقة الخطوة الاولى فرض المتغيرات باسماء معينة فرضتها الخطوة الثانية ايجاد علاقة بين المتغيرات دقيتها العلاقة رقم ثلاثة تقول اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن مشتقة الستة وتسعين هذه صفر الاكس والواي بيناتهم ضرب يعني قاعدة خامسة الاولى هي اكس في مشتقة الثانية دي واي على دي تي زائد الثانية هي واي في مشتقة الاولى دي اكس على دي تي اذا فرض المتغيرات باسماء معينة ايجاد علاقة بين المتغيرات اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن التعويض عن المعلوم لإيجاد المجهول سولفنا احنا ذاك الدرس قلنا ورا ما اشتق واجي اعوض اذا صف عندي مجهول واحد انتهى حل السؤال اذا السؤال يمتلك علاقة اساسية فقط ولكن اذا صف مجهول او اكثر يعني ابحث عن علاقة ثانوية نقلص من خلالها عدد المجاهل زين رح اقرأ اللائحة ما الصلاحيات عندي شو تقول اللائحة تقول الثابت الدائم يعوض قبل الاشتقاق اقول التزمت بالتعليمات المتغير الدائم يعوض بعد الاشتقاق اقول على عين وعلى رأسي ما عندي مشكلة ولكن عندي مشكلة الاسب هم مجهولة اذا اش رح يقول لي واحيانا يعوض قبل الاشتقاق اش وكت اذا احتاج متغير دائم اخر ليتم تعويضهما بعد الاشتقاق اذا حسب الصلاحيات العندي رح اقول لي من الواي تساوي ثمانية اش رح يصير عندي هس ستة وتسعين تساوي ثمانية اكس يعني معناها الاكس تساوي ثمانية انتهت المشاكل هس الاكس معلومة الواي معلومة دي اكس على دي تي معلومة من هو المجهول بس دي واي على دي تي خلاص اذا هس رح اجي اعوض اش رح يصير عندي التعويض صفر يساوي الاكس هو اثناش دي واي على دي تي هذا ستصير عندي اثناش دي واي على دي تي تساوي سالب ستعاش يعني معناها دي واي على دي تي اش رح تصير عندي اذا دي واي على دي تي تساوي سالب ستعاش على اطناش يعني معناها سالب من اريد اقسم على اربعة يعني معناها سالب اربعة على ثلاثة اذا هذا شنوه هذا سانتي متر بالثانية ولكن هذا سالب اربعة على ثلاثة شي يمثل هذا يمثل محدل تغير العرف لكن بالسؤال يقول لي اريد منك معدل نقصان العرض اذا رح استبدل الاشارة السالبة بكلمة نقصان اذا معناها شرح اكتب له الس رح اكتب له اذا معدل نقصان عرض المستطيل يساوي شنوه يساوي شنوه اذا يساوي اربعة على ثلاثة سانتيمتر بالثانية انتهى حل السؤال اذا السؤال يشبه فكرة المثلث اللي سؤلفنا ذاك الدرس وفي داغور استفادين منها مرتين مرة علاقة اساسية ومرة علاقة ثانية منو عنده مشكلة في هذا الشرح قبل ما اضطيك السؤال اللي انتو تحلو استاذ بس العلاقة الثانوية شو كنت نستخدمها العلاقة الثانوية قلنا وراء ما اكتب العلاقة الاساسية واشتق ولقيت اكثر من مجهول واحد ابحث عن علاقة ثانوية في كثير من الاسئلة العلاقة الاساسية هي نفسها تشتغل علاقة ثانوية في كثير من الاسئلة لكن بعض الاخر من الاسئلة لا العلاقة الاساسية شكل والثانوية شكل وهذه رح نتعرف عليها خلال الايام الجاي ان شاء الله بعد اللي عنده سؤال استاذ نعم بس بالنسبة للقانون يعني بالمداية كتابة A تساوي X P Y بعدين عوض 96 هو يصير مو ما يصير ولكن علميا صار عندي مشكلة ليش لان الحروف ما استخدمها الا للمتغيرات الا في حالة الطارئ القصوى نعم يلا اثبت رقم لذلك اقول من مبدأ السلامة فالقانون اكتب حتي بعدين من اجي احول الى رموز حتى الثابت رأسنا عوض طيمته والمتغير اعوض كحاب وانا هو ما اكو مشكلة اتقولين انا سويت اي تساوي X في Y وبعدين عوض 96 ما اكو مشكلة وزاريا مقولة لكن انا اش اقول اخاف انت تتوهمين وما تنسين تعوضي 96 وبعدين تشتقي رح حصير مشكلة بعد اللي عند سؤال استاذ يعني هنا 96 يعتبر ثابت دائما والY ساوي 8 متغير دائما هذا متغير دائما انا شون عرف المتغير الدائما قلنا كل ما يرد بعد كلمة عندما او في اللحظة هذا متغير دائما هنا يقول بحيث تبقى مساحتها ثابتة هو يقول تبقى مساحتها ثابتة اذا هذا واضح جدا بان المساحة هي ثابت دائما بعد اللي عنده اشكال ازي السؤال هذا مثل ما ترون اجاب الوزاري نصا من الكتاب في اربع سنوات داعش اربع وطعش وخمس وعشرين من اجاب السؤال عام 2019 و 2016 المساحة بقوها 96 ولكن ما قالوا يتمد طولها قالوا يتمد عرضها بمعدل اثنيان يعني صار عندي DY على DT يساوي اثنيان بحيث تبقى مساحتها ثابتة جد معدل التغير في الطول اذا هنا من رح يطلع عندي الجواب سالب من يطلع عندي جواب سالب هو هذا اسمي تغير احنا قبل شوية اذا طلع الجواب موجب يسمى تغير ويسمى تزايد اذا طلع الجواب سالب مع وجود الاشارة السالبة يسمى تغير وبدون الاشارة السالبة يسمى تناقص اذا سؤال اللي حلي انا قبل شوية من قلي اريد معدل نقصان العرب الاشارة السالبة لغيتها واكتبت معدل نقصان العرب ولكن سؤال الوزاري 19 و16 رح يريد مني معدل التغير في الطول اذا الناتج رح يكون سالب معدل التغير في الطول عندما يكون طولها 12 اذا هذا السؤال من اجاب الوزاري ايضا كان مساعدة لي اش لان ناطين الاشارة ساوى 12 من رح عوضة رح تطلع لل y تساوى 8 يعني نفس النتائج ولكن اش رح يصير عندي الفرق بان ال d y على ال d t هو 2 ال d y على d t يساوي 2 وال d x على d t هذا رح يكون المجهول عندي ال x 12 وعندي ال y 8 هم رح اجي اشتق نفس الاشتقاء اعوض رح يطلع لل d x على d t يساوي سالب 3 اذا هنا السؤال الاول والسؤال الثاني اريد واجب منعدكم بالدفتر واريد هسة كتبولي السؤال الثالث وتحاولون تحلون السؤال بالاعتماد على نفس الفكرة اللي شفتوه هسة يلا اطيكم مجال اربع دقائق تكتبون السؤال وتحلوه بعدين نفتح باب النقاش نعم اخير في نوان 28 اشلون هذا 2021 نعم 2021 نعم صفحة 14 اخر واحد صفحة 14 اخر واحد هسة تكتبوه وتحلوه اشتركوا في القناة تكتبوه تكتبوه اشتركوا في القناة تكتبوه اشتركوا في القناة تكتبوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا السؤال رح نخلي فوق هذا السؤال حتى نسوي عليه بس التعديلات البسيطة اذا هنا اللي رح نمسح شنوه هذا رح يمسح ذني رح نمسحن عندما هذا رح نجيب مسحة هذا كل رح يمسح والاشتقاق هذا ايضا رح يمسح اذا اذا هنا اشلون رح يجيء حل هذا السؤال حسام شنو رأيك استاذ اول شي نرس نفهم خلي عادي مستطيل ونفرض العرض وي والطول اكس زين وقال ان المساحة ثابتة فمية وثنين وتسعين ثابت دائم اذا هذا مية وثنين وتسعين نعم استاذ ورها انطلع ورها قال ان معدل التناقص ارض دي واي على دي اكس ساوين اربع على ثلاثة دي واي على دي اكس لو دي واي على دي تي دي واي اربع على ثلاثة ليش مسالب اربع على ثلاثة هو مو دي يقول لي تناقص غلط سالب اربع على ثلاثة استاذ ورد معدل تمد طولها اي دي اكس على دي تي يعني معناها دي اكس على دي تي هذه رح تكون مجهولة عندما يكون عندما يكون طولها اثناش ساوين اثناش اثناش اذا هذا الرسم مزيد الفرضية استاذ هو بما انه يعني مية واثنين 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 واثن اشتقاق موجود امامك زين المشتقر راح اسوي لي مشاكلين عندي مجهولين شو راح اسوي استاد اه الاكس يعني استاد الاكس عرضتها باثناش زين من الاكس يساوي اتناعش اذا راح يصير عندي مية واثنين وتسعين يساوي اتناعش واي يعني معناها بعد ما نقسم استاد اه مية واثنين وتسعين تقسيم اتناعش اه انا راح يقول لك اربعة عشر ستعاش لا الواي تساوي ستعاش نعم استاد ازيان هسا هنا شو راح يكون التعويض استاد اتناعش في سالب اربعة على ثلاثة اذا هذا اتناعش وهنا سالب اربعة على ثلاثة زائد اه زائد ستعاش في دي اكس على دي تي ستعاش دي اكس على دي تي ازيان اذا مجهولات بس يعني ضرب استاد استاد ها يصبح سالب ستعاش سالب ستعاش نعم زائد ستعاش دي اكس على دي تي يساوي صفر يصير اقول ستعاش ناقل ستعاش مجمع اذا شو راح يصير عندي ستعاش اذا معناها راح يصير عندي ستعاش دي اكس على دي تي بساوي ستعاش يعني معناها pareil دي اكس على دي تي شنو يساوي هنا واحد يساوي واحد والوحدة هي شنو الوحدة الانتيمتر بالثانية هذا الشكل عليها معدل تمدد معدل تمدد الطول اذا هنا هذا راح اقول عليها معدل تمدد الطول اذا هنا اذا قل لي معدل تغير او قل لي معدل تمدد نفس الشي احنا قلنا اذا طلع الجواب موجب اذا يقرأ ازدياد ويقرأ تغير اذا طلع الجواب سالب ويا السالب يقرأ تغير وبدون السالب يقرأ نقصا استاذ احنا هنا خلينا سالب اربع اثلاثين تناقص لان هنا دي يقول لي نعم هنا دي يقول لي عرضها يتناقص بمعدل لذلك هنا دي يتناقص اترجم سالب اللي يتزايد اترجم موجب شكرا اليك من عند مداخلة على هذا السؤال الباقين نزلوا ايديكم بابا اللي عنده مداخلة على هذا السؤال مباشرة نفتحه لما يكن سؤاله استاذ استاذ هاي القانون ما العربي مساعدة المستطيعيسها والطفل في الارض يصير ما اكتب يصير قبل مرتب افضل ساذي ممكنت ايدي اي خطوة اخيان ايا خطوة هاي ما الجوهات الدي اكس على دي تي وان تعويض هنا السالب ستاعش عبره للطرف الاخر صارت صارت ستاعش وقسمت الطرفين على ستاعش عبارة للطرف الاخر صارت موجه بسطاعش وقسمت الطرفين على ستاعش من وبعد عنده مشكلة اليوم عازمكم على بيبسي سياحي شنو هذا البيبسي السياحي خلينا نتعرف عليه بعد شبه هذا اللي تكتبوه رح تفهمون فكرة الحل من عندي وانتو رح تحلون السؤال الوراء بنفس الطريقة مكعب صلد طول حرفة 8 سنتيمتر رح احاول ارسم مربع رح ارسم مربع اكبر منه شوية وابحث الصورة هذه المربع الاول رح نسوي لمنه هذي اربع ركز والمربع الثاني ايضا رح نسوي لمنه اربع ركز حس اعتقدت الصورون بان هذا مكعبين واحد ببطن اللخ وادا انظر له من منظار جانبي دا يقول لي مكعب صلد طول حرفة 8 اذا هذا الازرق طول ظلعة 8 الازرق مغطى بطبقة من الجريد بحيث يحافظ على شكله مكعبا اريد هنا الببس السياحي اللي رح ازمكم عليه رح يكون حار واجيب لكم تلج من نوع خاص هذا المكعب الازرق هو عبارة عن قطعة كاكو هذا ومحاطة بطبقة من الجريد رح نخليها بالببسي الجريد رح يبرد الببسي وورا ما يذوب الجريد رح تبقى عندي فقط هذه قطعة الكاكو ناكلها واحدة اذا هذا هو ثلث سياحي يقول لي الجريد يذوب بمعدل ستة سنتيمتر مكعب بالثانية رح اثبت المعلومات رح اقول اذا ناطيني الدي في على ديتي يساوي السالب ستة يذوب بمعدل ستة ما طول دوابان يعني تناقص رح اقول له دي في على ديتي يساوي سالب ستة جد معدل النقصان في السمك الجريد السمك وين موجود منا اكو سمك منا اكو سمك هذا اكو سمك هذه كلها في كل الاضلاع في كل مكان اكو هنا سمك هذا شو رح اعبر عنا هذا السمك اذا كانت منا الى هنا 8 إذا كانت هذه ثمانية هذا سأعتبر سمك سأسمي X وهذا سأعتبر سمك أيضا سأسمي X من كل الاتجاهات يعني إذا أردت أخذه بالاتجاه الثاني أيضا سيكون هذا منا إلى هنا ثمانية وهذا سيكون X وهذا سيكون X لكن أنا سأقوم باتجاه واحد يقول لي جد معدل النقصان في سمك الجريد أنا سأقول لي DX على DT هذا مجهول عندما يكون سمك الجريد يساوي واحد عندما يكون سمك الجريد يساوي واحد أريد تتصور هذه الحالة المكعب الداخلي المكعب الأزرق هذا ما دا يدوب ما دا يتغير هذا دا يقول لي مكعب صلب ما يتغير الدا يتغير منه؟ الدا يتغير هو الجليد الدا يتغير هو الجليد فقط لذلك رح أجي أفرض المتغيرات بأسماء معينة إذن الخطوة الأولى شو رح أقول؟ رح أقول نفرض حجم الجليد هو V وسمك الجليد هو X إذن الخطوة الأولى فرض المتغيرات بأسماء معينة الخطوة الثانية هو إيجاد علاقة بين المتغيرات شنو العلاقة في هذا السؤال؟ هو حجم يا حجم منه؟ بعضكم دا يقول لي حجم المكعب أقولكم متوهمين اللي يقول لي حجم المكعب متوهمين هو دا يسولي لي على الجليد العلاقة هي حجم الجليد الجليد منه؟ هذا الإطار الخارجي فقط الجليد هذا الإطار الخارجي فقط يعني بدون الككو زين هذا الإطار الخارجي شلو نحسب الحجم ماته؟ شنو قانون الحجم مع الإطار الخارجي فقط؟ إذن حجم الجليد يساوي حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير حتى حصل على الإطار فقط حجم الجريد يساوي حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير وممكن أكتبه على الورقة السهناء لازم أكتبه لا مو لازم ولكن أقول يفضل إذن شرح أقول السهناء رح أقول حجم الجريد يساوي حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير الآن أريد أن أسأل جمانا حجم المكعب شي ساوي نعم استاذ شنو حجم المكعب مساحة القاعدة في الارتفاع حجم المكعب مساحة القاعدة في الارتفاع يعني معناها رح يصير عندي طول الظلع تكعيب مو أي طول الظلع تكعيب رح يصير طول الظلع تكعيب زين المكعب الكبير شجل طول الظلع ثمانية أكس لا ثمانية يعني لا المكعب الكبير هذا X وهذا X صار 2X أضيفلها ثمانية يعني ش رح يصير عندي رح يصير ثمانية زائد 2X إذن هنا حجم المكعب هو طول الضلع تكعب إذن حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير طول ظلع المكعب الكبير هو ثمانية زائد 2X طول ظلع المكعب الصغير هو ثمانية فقط إذن هذه هي العلاقة بالسؤال هنا ما طول ديسو ألفلي على اليمن فإذا بدأ الجليد بالذوبان بمعدل إذن هذا الدي في على دي تي شي مثل يمثل معدل نقصان حجم الجليد يعني القانون اللي أشتقه هو حجم الجليد وحجم الجليد يساوي حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير إذن هذا جاهز للاشتقاق شنو المشتقمات رح يصير عندي دي في على دي تي يساوي قوس مرفوع القوة قاعدة سابعة القوة تنزل بالقوس نفس اللي هو ثمانية زائد اثنين أكس أطرح من الأس واحد يبقى تربيع في مشتقد داخل القوس نوران شنو مشتقد داخل القوس استاذ اثنين والمشتقل هي دي اكس على دي تي جيد جدا إذن مشتقل داخل القوس هو اثنين دي اكس على دي تي وهو يا طلاب من يحلون السؤال داي كتبولي اثنين بس ما داي كتبولي دي اكس على دي تي زيان هذه الاثمانية تكعيب شنو المشتقى مالته استاذ يعني هي حتى صر صفر صفر لأن ثابت ومشتقد الثابت صفر إذن أحتاج علاقة ثانوية لو ما أحتاج الدي بي على دي تي عندي والأكس عندي وده يريد مني دي اكس على دي تي إذن خلص ما أحتاج علاقة ثانوية لأن اشتقيت وصفة عندي مجهول واحد يعني ش رح يصير عندي هس اقول يؤدي الى الدي بي على دي تي هو سالب ستة يساوي ثلاثة في اثنين رح يصير ستة أعوض مكان الأكس واحد ثمانية زائد اثنين في واحد اثنين الكل تربيع دي اكس على دي تي عشرة تربيع مية في ستة ستمية يعني معناها رح يصير سالب ستة تساوي ستمية دي اكس على دي تي إذن أكيد معناها دي اكس على دي تي تساوي رح يصير سالب ستة على ستمية يعني معناها رح يصير عندي سالب واحد على مية يعني معناها سالب واحد بالمية سانتي متر بالثانية هو ش دا يريد مني دا يريد مني معدل نقصان سمك الجريد اذا ش رح اقول له هسه رح الغي الاشارة السالبة رح اقول له اذا فقط الواحد بالمية هادي ش تمثل اذا هادي تمثل اقول عليها معدل نقصان سمك الجريد اذا السؤال جميل نوعا ما اكو فرق بين المثال اللي اخذناه بالدرس الماضي هذا المثال كان هو اصلا مكعب من السلج هو الشكل كله مكعب لذلك اكتبت قانون حجم المكعب واشتقيته ولكن اليوم هذا السؤال هذا السؤال المكعب عندي مكعبين عندي مكعب كبير وعندي مكعب صغير لكن الجريد من هو الجريد هو بس القشر فالدي بي على دي تي ناطنيا يمثل معدل تغير او نقصان حجم الجريد يعني القانون اللي اشتقه هو حجم الجريد وحجم الجريد يساوي حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير استاذ احنا بس ليش فرض مع حجم لأنه احنا الملاحظة اللي اخذناها الدرس الماضي قلنا اذا علم او طلب معدل تغير قانون لشكل هندسي فان ذلك القانون يمثل علاقة اساسية فما طول ناطني دي في على دي تي اذن هذا علم معدل تغير الحجم يعني العلاقة الاساسية هو قانون الحجم لكن يا حجم منهم مو حجم المكعب هو حجم الجريد نعم بعد اللي عنده سؤال استاذ بس عندي سؤال على حجم المكعب الكبير نعم هو طول الظلع شون صار 8 زاد 2 اكس استموا هو السمك انت عندك شب كل ظلع اكو سمك كل ظلع من الاضلاع الاربعة والاضلاع مات كلهن هو كل وجه بي اربع اضلاع اذن هنا عندي منا الى هنا ثمانية عندي فوق اكس وجو اكس عندي منا الى هنا ثمانية هذا اكس وهذا اكس السمك يعني السمك ذني المكعب تتصوريني المكعب الداخلي شنون صاير يعني لو اروح هنا للملزمة واشوف الرسم بلك تكون الصورة ما تأوضح اذا هنا بالملزمة المكعب الداخلي هذا الموصول والمكعب الخارجي هو المنقط السمك وين موجود السمك موجود في كل الاطراف في كل الاطراف هو السمك وكل ظلع السمك موجود في جهتين يعني استه هنا هذا اكس وهذا اكس اذا رح يصير عندي بهالحالة طول ظلع المكعب الكبير منه هو ثمانية زائد اثنين اكس وطول ظلع المكعب الصغير هو ثمانية نعم شكرا استعب بعد هذا السؤال رح اتركه واجب عليكم صفحة مستعش وترحولي الى صفحة ستعش والسؤال الاخير سؤال الالفين وتسوط عشر اريد تكتبوه وتحاولون تحلوه ورح انناقش الحلمات بعد اربع دقائق اشتركوا في القناة 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 حجم اشتركوا في القناة 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 الدي بي على دي تي هو السالب عشرة يساوي رح يصير عندي أربعة فاي شكرا إليش طيبة إذن أربعة فاي الأكس هو واحد يعني معناها أربعة زائد واحد تربيع دي أكس على دي تي إذن معناها يؤدي إلى أربعة زائد واحد هذا خمسة تربيع خمسة وعشرين في أربعمية يعني معناها رح يكون دي أكس على دي تي يساوي سالب عشرة على مية فاي من أختصر العشرة وهي المية يعني سالب واحد على عشرة فاي هذا شنو سنتيمتر بالثانية لكن اش دير يد مني بالسؤال ده يقول لي يجد سرعة نقصان سمك الجديد يعني معناها رح يصير عندي واحد على عشرة فاي استفدلت الإشارة السالبة بكلمة نقصان إذن هذا رح أقول عليه سرعة نقصان سمك الجديد أو أقول معدن نقصان سمك الجديد اللي عنده أي مداخلة أو في الشيء مواضح استاذ أيدي الاشتقاق الاشتقاق مشتقد الثابت في دالة شنو؟ هو الثابت في مشتقد الدالة مشتقد الدالة حسب القاعدة السابعة القوة نزلت اختصرناها وهي الثلاثة موقع عندي بس أربعة فاي في القوس نفسه أطرح من الأس واحد يبقى اثنيا في مشتقد داخل القوس مشتقد الأربعة صفر ومشتقد الأكس واحد لأن اشتقيته أكتب دي أكس على دي تي وهذا كل ثابت المشتقمات صفر بعد اللي عنده مشكلة استاذ يعني كل ما يقول لنا يذوب نخلي دي في على دي تي يعني نتغير بالحجم يذوب أنا أباوة على الوحدة يعني صراحة يعني بدأت خلي سواء تدي أكس على دي تي سواء نسارف عشر ودي في على دي تي شوف الوحدة شوف الوحدة ما أطول دي يقول لك مكعب بالثانية يعني دي سورف على الحجم إذا قل لك مربع بالثانية يعني دي سورف على المساحة إذا قل لك سنتيمتر على الثانية دي سورف عن طول عروض نصف قطر ارتفاع يعني بعد الوحدة الوحدة هي تحكم إذا نستاذ إذا انتاني إذا انتاني استوانا مغطاة بالجريد لا لا يعني هنا السؤال من يجيني بالامتحان لو يجيني مكعب أو مربع أو يجيني كرة أو دائرة يعني هذه الاحتمالات الأربعة إذا كان مغطاة بالجريد الملاحظة اللي يريد نكتبها السبعة لشوية الآن من حقهم بين السؤالون ليش بالمكعب أنا قلت زائد 2x وليش بالكرة قلت زائد x في حين هو السمك سواء كان مكعب أو كرة هو السمك من كل الأطراف من كل الجهات لكن القانون اللي رح أشتغله إذا يتعامل مع كل الظلع مثل المكعب فالسمك أضيفة من جهة يم لكن القانون إذا يتعامل مع نصف الظلع مثل هذا نصف القطر السمك أضيفة من جهة واحدة فقط فكتبوا لي ملاحظة أو تأكيد نلاحظ أن السمك تم إضافته من جهة يم في سؤال المكعب لأن قانون الحجم يتعامل مع كل الظلع وينطبق هذا الأمر على المربع أيضا أما في حالة الكرة والدائرة فيضاف السمك من جهة واحدة فقط لأن قانوني الكرة والدائرة تتعامل مع نصف القطر فبالسؤال إذا قل لي مربع أو قل لي بكعب ومغطى بطبقة السمك أضيفة من جهة يم إذا قل لي دائرة أو قل لي كرة وقل لي مغطى إذن هنا السمك أضيفة من جهة واحدة فقط أيضا نثبت ملاحظة أخرى إذا كان المعدل الناتج موجبا فيقرأ الباب المايكات ما لكم سدوها فيقرأ تزايد ويقرأ تغير أما إذا كان المعدل سالبا فيقرأ تغير مع وجود الإشارة السالبة ويقرأ تناقص مع حذف الإشارة السالبة إن شاء الله الأمور واضحة دعنا نرجع للملزمة مرة أخرى وأشوف سؤال 2018 2018 أحيائي دور ثالث تتدحرج كرة صردة على أرض جديدية نصف قطرها ثلاثة سنتيمتر نفس الرسم الذي رسمناه تماما ولكن هنا ثلاثة إذن نصف قطرها ثلاثة سنتيمتر بحيث يزداد حجمها محافظا على شكله الكروي بمعدل اثنين سنتيمتر مكعب الثانية يعني معناها المعلومات اللي لازم أثبتها الرسم بأن هنا الديفي على ديتي يساوي اثنين جد معدل زيادة سمك الجريد يعني دا يريد مني دي اكس على ديتي في اللحظة التي يكون فيها سنك الجريد يساوي واحد ولكن في هذا السؤال توجد نقطة لطيفة بأن هنا هذا الاثنين سنتيمتر مكعب الثانية مو معدل زيادة حجم الجريد دا يقول لي بحيث يزداد حجمها وليس حجمه يعني شوفوا الفرق بين التذكير والتأنيف في تفسير السؤال إذا قال لي يزداد حجمه يعني علي من ديسولف ديسولف على الجريد وإذا ديسولف على الجريد فالقانون رح يكون هذا ناقص أربعة باي على ثلاثة في ثلاثة لكن إذا قال لي حجمها إذا ديسولف علي من ديسولف على الكرة ككل يعني الحديد مع الجريد إذن القانون اللي رح كتبه فقط قانون حجم الكرة ككل إذن هذا التغيير البسيط اللي صار على السؤال الوزاري 2018 فلازم يتميزون إذا قال لي حجمه أو قال لي حجمها على الرغم من أنه آني لو كاتب هنا ناقص أربعة باي على ثلاثة تكعيب رح يطلع نفس الجواب لأن هذا منطقي فإذا قال لي إذا يسألف لي عن الجليد فهنا رح يكون الحجم هو فرق الحجمي كبير ناقص صغير أما إذا يسألف لي على الكل فرح أجي أكتب قانون الحجم مرة واحدة إذن هنا صفحة 16 أول سؤال واجب والثاني حلينا قبل شوية خلي ناخد استراحة بسيطة في الخمس دقائق على موض الأفكار نبقى مسيطرين عليها والمعلومات تترسب الدماغ إذن الساعة 33 دقيقة 38 دقيقة نستأنف باقي المحاضرة الجلسة ما زالت مفتوحة ما رح أغلق الجلسة الجلسة مفتوحة لكن هنا 38 دقيقة نستأنف المحاضرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 اهلا بكم مرة ثانية وان شاء الله ارتاحيتوا والمعلومات ترسبت في دماغكم وان شاء الله لم تكن المعلومات تسربت من دماغكم ان شاء الله تكون ترسبت وليست تسربت السؤال الاخر هذا السؤال لي وبنفس الطريقة انتوا راح تحلون السؤال لكم شوفوا شتون راح اجيي اثبت المعلومات في هذا السؤال السؤال مثل ماذا تشوفون وزاري داعش 13 واخر مرة 20 خزان مملوء بالماء على شكل متوازي سطوح مستطيلة قاعدته مربعة راح تقولولي شلون نرسم هذا الخزان طريقة الرسم هي التالي اترسمو لي مستطيل في الصورة هذه بالطول واترسمو لي مستطيل مثله ولكن راح ترسمو في الصورة هذه واتكملون رسم اتوصلون الرؤوس ماتا اذا طريقة رسم الخزان بهذه الصورة نعطيني المعلومات بالسؤال بان هذا الخزان على شكل متوازي سطوح مستطيلة قاعدته مربعة طولها اثنين متر يعني هذه المسافة هي اثنين هذه اثنين يتسرب منه الماء بمعدل بوينت اربعة متر مكعب بالساعة يعني اكو بهذا الخزان مي هذا المي شو راح ارسمه راح ارسمه بهذه الصورة بهذه الصورة والمي راح يكون بداخله هذا المي هذا هو الاشتو او هذا هو المي وعندي هنا حنفية شادها وذا اصب المي من عنده اريد تصورون الشكل المي مندي يتسرب من هذا الخزان بما ان الخزان عبارة عن متوازي مستطيلات قاعدته مربعة فلابد ان الماء لوحده هو ايضا متوازي مستطيلات قاعدته مربعة اثناء اثناء نزول المي بالخزان حجمه في حال التغير ارتفاعه في حال التغير ولكن طول ضلعه ثابت اذا هنا من اريد اثبت المعلومات راح اجي افرض الفرضية ماتي احنا من التفقين فرض المتغيرات باسماء معينة نفرض حجم الماء في الاناء هذا راح اسميه V وارتفاع الماء هذا راح اسميه H ولكن طول ضلع قاعدة الماء هي ثابتة ما راح اضطيها اسم المعلومات بالسؤال يقول لي يتسرب منه الماء بمعدل بوينت اربعة اذا اش راح اكتب انا جو الرسم راح اقول DV على DT يساوي سالب بوينت اربعة والسبب يتسرب جد معدل تغير انخفاض طبعا هنا كلمة تغير هي مكانها زايد هو لو قللي تغير لو قللي انخفاض ولكن هذا سؤال الكتاب انا راح اقراها كأنه معدل انخفاض جد معدل تغير انخفاض الماء في الغزان يعني دا يريد من عندي بالسؤال دا يريد DH على DT اذا هذه المعلومات الخطوة الاولى فرض المتغيرات باسمها معينة الخطوة الثانية ايجاد علاقة بين المتغيرات واحنا كل الحشي اللي حتينا اليوم يستند الى الملاحظة الخاصة رقم واحد تقول اذا علم او طلب معدل تغير قانون لشكل هندسي فان ذلك القانون يمثل علاقة اساسية يعني معناها يقول لي اكتب قانون حجم الماء قانون حجم الماء حجم متوازن المستطيلات يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع ويصير كتب رموز يصير ولكن الافضل نصيحتي يقول لكم تكتبوه حجي اذا هنا راح تقولولي حجم متوازي المستطيلات هذا يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع مزيان القاعدة هي مربعة ومساحة المربع طول الظلع تربيع ولأن طول ظلع الاناء هو اثنيا فلابد أن طول ظلع الماء ايضا اثنيا راح استنتجه اذا القانون من راح اكتبه اش راح اكتبه حجم المتوازن مستطيلات في يساوي مساحة القاعدة مساحة المربع هو طول الظلع تربيع في الارتفاع اللي هو ات يعني معناها راح يصير عندي الفي يساوي اربعة ات اذا معناها فرض المتغيرات ايجاد علاقة بين المتغيرات وراها اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن يعني معناها راح يصير دي في على دي ت يساوي اربعة دي ات على دي ت دي على دي ت عندي معلوم اذا معناها راح يصير عندي السالب point اربعة يساوي اربعة دي ات على دي ت اذا يؤدي الى راح يكون دي ات على دي ت هذا يساوي سالب point وراح اجي اقول لهنا متر بال ساعة اذا قال لي بالسؤال معدل تغير اقول له هذا معدل تغير ارتفاع الماء لكن من قال لي انخفاض اذا ساعة اذا راح اعيد كتابة راح اقول point one متر بالساعة اذا هذا راح اكتب مقابل ها اذا هذا راح اقول معدل انخفاض وطول ظلع قاعدة الاناء مكان الثانية سواها ثلاثة يعني هذه سواها ثلاثة وهذه صار السالب تسعة بالعشرة يعني معناها هذا راح يصير سالب تسعة بالعشرة وهنا راح يصير تسعة دي اج على دي تي فالدي اج على دي تي ايضا راح يطلع سالب واحد بالعشرة فنفس الناتج النهائي اذا السؤال مكرر بالوزارة اربع مرات وهذا يعتبر من اسهل الاسئلة في تاريخ الوزارة في موضوع المعدلات الزمنية اللي عنده سؤال معاكو سؤال زين نعم بالسؤال يعني هو المألمان يقل هو اكو احتمال بينه بلحظة من اللحظات يكون هو مكعب هل شي ما راح يصير الى المألمان كل وهذا الشي بسؤال لا مؤاني دائما القانون اللي راح اشتغله ما اشتغله في لحظة من اللحظات القانون راح اشتغله بصورة عامة في كل الاحوال وحتى المكعب هو شنو وهو يعتبر متوازي مستطيلات قاعدة مربعة هذا فرق من يقول لي هو الشكل مكعب ويكبر او يصغر بحيث يحافظ على شكله مكعبا السؤال اللي اخذنا بالدرس الماضي قل لي يحافظ على شكله مكعبا يعني ديوم والبارحة وباشر هو مكعب لذلك القانون اللي رح كتبه قانون حجم المكعب لكن هسه هناش دي يقول لي متوازي مستطيلات قاعدة مربعة يعني معناها رح يبقى واذا في لحظة ما صار مكعب فبعد شوي رح يرجع متوازي مستطيلات قاعدة مربعة وقبل شوية رح يرجع متوازي مستطيلات قاعدة مربعة وهو المكعب بحد ذاته أيضا متوازي مستطيلات قاعدة مربعة لذلك أكتب القانون العام تمام أستاذ أستاذ نعم ليش بالاشتقاق الأربع بقيناه يعني مو إحناش متبقين بالاشتقاق قايرين مشتقة الثابت صفر لكن مشتقة الثابت مضروبا في دالة يساوي الثابت في مشتقة الثابت فالأربعة نزلت ومشتقة الأشية شنوى هي دي أشعة دي أف واضح إذا هذا نعم أستاذ نانا يعني هو داي يقول يتسرب ودائما يعني يجي إن هو داي يطلع من عنده مثلا بالمكعب أو بالكرة أستاذ ممكن ينضاف للخزان يعني نعم ممكن بالامتحان أجيب لكم نفس السؤال ولكن ممكن ما أقول لكم يتسرب فقط البوري رح أحوله هنا رح أقول لكم يصب فيه الماء مكان ما أقول لكم يتسرب أقول لكم يصب فيه الماء بمعدل أربعة بالعشرة إذن معناه هذا رح يكون عندي جواب موجب وهذا رح يكون الجواب موجب إذا هنا شرح يصير هنا رح يقول لي جد معدل ارتفاع الماء في الفزان فرح يكون الجواب موجب بعد شنو التغيير اللي ممكن أسوي أقول لكم يصب فيه الماء بمعدل أربعة بينما يتسرب منه الماء بمعدل واحد إذن بالمحصل الماء ده يقبل ده يزيد لو ده يقل ده يزيد استون أكيد هنا رح يزيد فهنا رح يقول الدي في على دي تي يساوي موجب ثلاثة إذن هسا هذا السؤال متوازي مستطيلات قاعدة مربعة وآن عندي القانون العام لحجم متوازي مستطيلات قاعدة مربعة هو هذا في يساوي أكستر بي أتش هذا القانون العام ولكن من اكتبته اليوم من اكتبته في هذا السؤال لأن طول الظلع ثابت إذن هذا ما بقيته أكس هذا عوضة مكانة بما يساوي فسا تقول لي أن يصير أكتب القانون هيشي وبعديا أكتب الفي يساوي أربعة أتش ماكو مشكلة يصير ولكن كتابته بالعربي ومن ثم التعويض أفضل تكون أفضل السؤال اللي رح أخذه السبعة لشوية هم رح أقولكم متوازي مستطيلات قاعدة مربعة ولكن هالمرة رح أقولكم حجمه يبقى ثابتا حجمه يبقى ثابتا والارتفاع وطول الظلع متغير من أقولكم حجمه يبقى ثابتا إذن مكان الحجم رح أجي أعوض قيمته وهذا الأكس والأتش يبقى متغير ورح أشتقى على وضعه إذن خلي أروح أدور على السؤال وقلنا هس صفحة 17 واجب تحل بكيفك تريد تحل المثال المحلول أو تحل الجواب كيفك لأن الثانيات من نفس الشيء من أروح إلى صفحة 19 والسؤال الأول أيضا واجب صفحة 19 أيضا من الأسئلة المهمة والمهمة جدا وهذا السؤال هو ما موجود بالكتاب ولكن إجا وزاري 2020 شنو التغيير اللي سووا على السؤال قلوا لمتوازي مستطيلات قاعدة مربعة رح أجي أرسم متوازي مستطيلات قاعدة مربعة مثل هذا وطريقة الرسم اتعلمناها بأن هنا رح أجي أرسم مستطيل بهذه الصورة هذه المستطيل المصارى عدل إذن هنا أرسم مستطيل بهذه الصورة ورح أجي أرسم مستطيل آخر ولكن شوية لغات يعني بهذه الصورة هذه وأكمل رسم أوصل بين الرؤوس مات إذن إسا هذا متوازي مستطيلات قاعدة مربعة شبيل يقول لي يتغير الارتفاع بمعدل 0.5 سنتيمتر بالثانية يعني معناها الـ DH على DT بحيث يظل الحجم ثابت دائما مساويا 320 سنتيمتر مكعب إذن هسا هنا أنا شو رح أقول له أقول له هذا الـ H في حالة تغير وهذا الـ X أيضا في حالة تغير ولكن الحجم هو ثابت إذن رح أثبت المعلومات أقول لـ DH على DT أنت تقول لي 0.5 إذن هذا موجب يعني في حالة تزايد ودتريد مني معدل تغير طول ظلع القاعدة دتريد من عندي DX على DT إذن هذا مجهول عندما يكون الارتفاع يساوي 5 عندما يكون الارتفاع يساوي 5 وناطيني معلومات بالسؤال ده يقول لي حجمه يساوي 320 اللي هو ثابت إذن الحجم ثابت 320 طول ظلع القاعدة فرصت X والارتفاع فرصت H إذن الخطوة الأولى انتهنة منها الخطوة الثانية إيجاد علاقة بين المتغيرات إذن ما طول جايب لطار الحجم يعني معناها ده يقول لي اكتب قانون الحجم زين حجم متوازن مستطيلات مثل ما اكتبنا قبل شوية حجم متوازن مستطيلات هذا شي ساوي يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع إذن قلت له حجم متوازن مستطيلات مساحة القاعدة في الارتفاع ولكن الفرق شنوه أم كان الحجم ما رح اكتب فيه مباشرة رح اكتب 320 مباشرة 320 الاعتبار شنو الاعتبار أنه ثابت دائم يساوي مساحة القاعدة مساحة المربح هو X في الارتفاع اللي هو إذن هذا جاهز الاشتقاق ما رح تصير المشتقمات المشتقمات رح تكون صفر يساوي ذولة بينها تم ضرب قاعدة خامسة الاولى هي X تربيع في مشتقة الثانية رح تكون DH على DT زائد الثانية هي H في مشتقة الاولى رح يصير اثنيا X DX على DT زين الـ X ما عندي وDX على DT هم ما عندي رح أرجع للصلاحيات الأملكة بأن المتغير الدائم مكان الطبيعي يعوض بعد الاشتقاق ولكن يجوز تعويضه قبل الاشتقاق لإيجاد متغير دائم آخر ليتم تعويضهما معا بعد الاشتقاق إذن ما رح أقول رح أرجع للتعويض أقول من الـ H يساوي خمسة يؤدي إلى 320 تساوي خمسة X تربيع يعني معناها الـ X تربيع الشرح الساوي 320 على خمسة 64 يعني معناها الـ X تساوي ثمانية انتهت المشاكل الآن رح يصير صفر يساوي ثمانية تربيع هذا 64 DH على DT هذا بوينت خمسة زائد الـ H معلوم اللي هو خمسة اثنين في ثمانية ستعاش دي أكس على دي تي أريده 64 في نصف هذا بوينت خمسة معناها واحد على اثنين اثنين وهي الـ 64 و 32 أحولها إلى الطرف الآخر خمسة في ستعاش ثمانين يعني رح أقول ثمانين دي أكس على دي تي يساوي سالب 32 يعني معناها دي أكس على دي تي يساوي سالب 32 على ثمانين اللي هو سالب أربعة بالعشرة رح أقول عليه سانتيمتر بالثانية هوش دي يريد مني دي يريد مني معدل تغير طول ظلع القاعدة هذا ما طول معدل تغير فهو سالب موجب أسمي معدل تغير إذن هذا معدل تغير طول ظلع القاعدة إذن انتهى حل هذا السؤال وإذا عدكم مداخلة فاضلوا سئلوه أكيد تعبتوا اليوم يعني مادة دسمة أكثر من المحاضرة السابقة والواجبات اللي أريدها منكم لهذا اليوم صفحة 18 كلها واجب وطبعا رح نناقش الدرس القادم وصفحة 19 قلنا الأول هذا حل يتهس أيضا واجب والمثال الثالي أيضا إذن صفحة 19 و19 كلها بالإضافة إلى اللي أخذناها قبل شوية يعني المادة اللي سولفناها اليوم خلي نحسب كم مثال حلينا السؤال الواجب هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة وعندنا ثلاث واجبات إذن معناها 13 سؤال والدرس القادم إن شاء الله يكون أكثر جمالا من هذا الدرس ولكن شوية شوية رح تتعلمون على موضوع المعدلات الزمنية ورح يشوفون الأسئلة كأنه كلها نفس الشيء لأنني ما أخذ أطار عام عندي خطوات عامة وعندي ملاحظات عامة وملاحظات خاصة طبعا هنا صفحة 19 الرسم نقص مطبعي اله يساوي 5 مكتوبة خمسة هي مو خمسة هي خمسة بالعشرة هذه تصليحوها بالملزمة اله على دي تي بالرسم تساويها خمسة بالعشرة لكن أنا هنا معوضها خمسة بالعشرة إذن إن شاء الله استفاديته من المحاضرة الواجبات تأدوها بشكل صحيح القوانين اللي محافظها خلي يحفظها ودقائنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله إلى ذلك الحين تصبحون على خير وانت بناء لست